اتفاق من حيث المبدأ بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء ثمانية عشر عاما من الحرب في أفغانستان أصبح في يد الرئيس دونالد ترامب الذي شدد على أن الولايات المتحدة ستحتفظ معه بوجود عسكري دائم هناك وجود أثار وفقا لصحيفة نيويورك تايمز انقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن توسيع دور وكالة الاستخبارات المركزية CIA في أفغانستان وفي كابل سلم رئيس الوفد الأمريكي للتفاوض زلماي خليل زاد الرئيس الأفغاني أشرف غاني ورئيس الجهاز التنفيذي عبدالله عبدالله مسودة الاتفاق للنظر في أمره السلام الحقيقي بالنسبة لنا هو إنهاء العنف والتفاوض المباشر مع طالبان لذا نأمل أن يؤدي الاتفاق إلى هدنة وفي النهاية يمكننا أن نقنع طالبان بتخلي عن العنف ضد الأفغان وهذا بتأكيد سيقودنا إلى تسوية وبموجب الاتفاق سيتم سحب أكثر من خمسة ألف جندي أمريكي من خمس قواعد في أفغانستان خلال 135 يوما في مقابل العديد من الضمنات من جانب طالبان ووقف إطلاق النار والتفاوض مع الحكومة الأفغانية وكان السلام في أفغانستان محور مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الأمين العام لحلف النيتو يانسي ستولتنبيرغ في بروكسل حيث تم تقاسم الأعباء والجهود المستمرة لتحقيق السلام بالبلاد سلام بالقول تبدو معه الأفعال على الأرض مغايرة إذ حاولت طالبان سيطرة على قندز في شمال البلاد وشنت هجوما في بلء خمري عاصمة ولاية باقلان المجاورة كما تبنت طالبان هجوما انتحاريا قرب مجمع دولي يضم منظمات إغاثية في كابل ما أدى إلى مقتل 16 شخصا وجرح أكثر من مائة آخرين جميعهم مدنيون هجوم أدنته المملكة مجددة التأكيد على وقوفها وتضامنها مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب والتطرف تصعيد للعنف أبدت معه القيادة المركزية الأمريكية شكوكا حيال نوايا طالبان ومخاوف من أن يتسبب الانسحاب في انزلاق البلاد في حرب أهلية جديدة قد تقود لعودة طالبان للحكم مع توفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية على مستوى العالم ومنها تنظيم داعش الذي أبدت عناصر منطالبان رغبتها في الانضمام إليه عن الدخول في اتفاق ينهي حربا هي الأطول للولايات المتحدة وتسببت في مقتل نحو 2400 جندي أمريكي وإصابة حوالي 20 ألفا آخرين فضلا عن تكلفة ضاهظة قدرتها جامعة براون الأمريكية بنحو تريليون دولار بينما لا يزال الوضع الأمني هشا في أفغانستان الجريحة لبرنامج هنا الرياض حازم السيد